موسيقى مرحبا بكم من تاني فيديو اليوم موضوع مهم جدا بالنسبة للمدرك هو كيفية التعامل مع ويشات نظر الموظف ويشات نظر المؤسسة هنتكلم عن الادارة من منظور المؤسسة واهدافها ومن منظور الموظف واحتياجاته ورغباته في محاضرة اليوم اولا هنتكلم عن دائما ما تركز المؤسسة على الانتاجية وتحقيقها مطلوبة بعض التساؤلات من منظور المؤسسة مثلا المؤسسة بتكون طالبة شنو اول تساؤلات بالنسبة لها شنو هل المشروع او المشاريع اكتملت قصورة المطلوبة بتكلفة المحدد المسوعة تم نياز المشروع في الوقت المحدد له هل الشغل تم بالجودة المطلوبة؟ يعني اوكي انت خلصت الشغل بالتكلفة المناسب والوقت المناسب لكن كمان لازم تكون مهتم بمسألة القوالية هل المؤسسة مغفر غانوني سليم؟ هل ملتبع الغوانين واللواية هل موجوده بالتالي تحمي افسها من المسار الغانونية؟ هل تفكير المؤسسة الحدث تغيير زاد من قيمة المؤسسة؟ هل في حاجة إبداعية حصلت مثلا زادت من خلال قيمة المؤسسة السعوية؟ هل المدير دائما يختار ويظف الرجل المناسب في المكان المناسب ويحتم بتطوير الموظفين؟ وهذه الحاجة بيزيد من مساهمتهم في تطوير المؤسسة من خلال التساؤرات السابقة انت كمدير مفروض يكون عندك management skills معينة لإدارة أهداف المؤسسة فاتكلمنا عن أهمية management skills في المحاضرة الأولى نجد نشوف key management skills digital project management time management resource management performance management communication decision making people skills نحتاج لكل هذه المهارات من كيفية اتخاذ الغرارات وإدارة الوقت والمشاريع وإدارة المعارض المتاحة في المؤسسة ومهارة التواصل communication نتكلم عن employee perspective بصورة عامة من أهم الأشياء عند الموظف وطموحه واكتساب الخبرة نجد نشوف الأسئلة الموجودة دائما في ذهن الموظفين Are my tasks and responsibilities clear هل أنا كموظف عارف مسئولية تيشنو بالضبط والمهام حقه تيشنو؟ أعرف أني ندخل الشركة حمل واحد اثنين ثلاثة ولا ما عارف؟ من أكبر المشاكل التي عانوا منها الموظفين أنه لا يكون عنده job description واضح بعد ذلك Do I have access to training and resources to complete my task؟ هل عندي الموارد اللازمة لإنجاز العمل مطلوب مني؟ هل المؤسسة موفرة لي المعارفة والتدريب اللازمة لنجح في تأحية مهمة؟ Are my skills being effectively used؟ هل المؤسسة مستخدمة مهاراتية ومعرفة بصورة فعالة ولا لا؟ مثلا الموظف عنده خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو التسويق الإلكتروني يلقى نفسه شغال في مجال المؤسسة أبدا ما مستفيدة من معرفته وخبراته السابعة فبالتالي إما يختار المغادرة أو يكون قاعد لحد ما ينسى اللي يتعلمه وخبرته تتلاشى مع مرور الزمن Am I given opportunities to grow؟ هل المؤسسة تهتم بتطويري؟ وهل الوجود في الشركة يطور من مهاراتي مع مرور الزمن؟ Am I treated fairly and with respect؟ الاحترام التأذير مهم جدا وكما أن الموظف يهتم أنه تعمل معه يكون بصورة عادلة يأخذ ما يستحقه كاملا من دونه نقص Do my contributions make difference؟ حاجة جميلة جدا للموظف أنه يحس بمساهمته لها دور كبير في نجاح المؤسسة وأن دوره مهم جدا في سير العمل Is my career path clear؟ المسارة الوظيفة واضح بالنسبة لي كموظف مثلا إذا عملت في مجال معين بقى عندي خبرة عدد محدد من السنوات وحصلت على شهادات معينة هل مع مرور الزمن؟ كنت تدركت من الوظائف مثلا من جونيور إلى سينيور إلى خبيري إلى استشاريع اختصاصي أو هكذا من ال management skills المطلوبة يتعامل مع تساولات الموظفين واحتياجاتهم communication people skills performance management training and coaching and fairness ethics مهارة إدارة أدار الموظفين people skills أو soft skills مهارة تدريب وتطوير الموظفين وكيد لاحظنا أن ال communication skills مهمته في تعاون مع الموظفين والمؤسسة بصورة عامة كما عن وجود fairness مهم جدا أنك تكون عادل بين الموظفين وأخلاقهم وستجنب أي تعامل فيه نخص من تغدير وإحترام الموظفين وصلنا إلى ختم الفيديو عن المهارات المطلوبة للتعامل مع ما ينظر له الموظف وما تنظر له المؤسسة بغلقة أحد أهدافهم أحب أسكركم باشتراك في الغناة وتفعيل الجرس لمشاهد جميع المحاضرات أول بأول ولو عجبك الفيديو أضغط لايك وامل مشاركة أو شير للفيديو والأهم أنك تكتب تعليقك ورائق عن الموضوع تظروني في الفيديو الوعدم بعنوان management styles مهم جدا وإلى أن نلتقي يكونوا بخير ترجمة نانسي قنقر